اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة اخران تمنى تكونوا بالف خير اليوم تكون في حلقة جديدة من وصفات سناء كيناني باش نقدم لكم حلوة ديال زمان هادي حلوة ديال زمان كنا كنا نديرها اشحال هادي الاكتر يدي يعني واليدنا كانوا يديرها بلبوق انا ندرسها بلبوشت سهلا ما كتاخدش منكم وقت سريع واقتصادية ونجحة مليون بالمئة بمقادير اللي هي مضبوطة كيلي كان كندير فيها شحال هادي كنا كندير فيها طريفة ديال غوما انا مدرتش في هاداك الشي خليتها عادية وضوقتها بطريقتي كتجي بهذا الشكل هادا وبهذا المنظر هادا كتجي اكتر من رائعة وكتجي اهشيشة ويلا اعجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وابولي بنسبة الناس اللي ما مشتاركينش وبرتاجيوا على مواقع التواصل الاجتماعي ومع الاهل والاصديقاء باش يوصل الفيديو نحضر كبير من المشاهدة وشكرا لكم بزفزف ونحضر كبير من خلال شكلها كيف يجي من الداخل شوفو اللون ديالا كي يخصو يكون بحلها كي يكون مذهب ثابا نوركم الطريقة ديال الطياب وهي كي تجي كتجي شيشة كتجي شويرها كبير باديكم ضغيه ضغيه شيشة كتجي كالدوب في الفم سوف نبقوا ديالا مع المقادر غادي نحتاجوا في هذا الحلوة هادي ميتين جرام ديال زبدة خمسا دليمع القبار ديالزيت مية وخمسين جرام ديال سكر غلاسي 380 غرام دقيق 50 غرام نشا بيضاء و أصفر بيضاء و خمارة 100 غرام زبدة 150 غرام سكر غلاسي و سنضرب بيضاء و سنضرب و سنضرب فضاء إذا لديكم زلافة كبيرة إذا لديكم زلافة غارقة فأنا لديكم الفضاء لديكم أصفر بيضاء و بيضاء كامل سنضرب سنضرب لديكم أسهل حلوة تقدروا تديروها في هذه العدادة توجدوها لوليداتكم و العائلاتكم سهلة و اقتصادية غير مكلفة نهائيا لديكم كمية وفيرة سنضرب نضرب 50 غرام و نضرب 50 غرام نضرب 30 غرام مضبوطة خمارة واحدة وعاد الملحة لكي نحيده الشيطان 380 جرام بالنسبة للناس اللي ما عندهم مش باش يعبروا الدقيق هو 18 لمعلقة كبيرة بالحساب يعني نعطيتكم بقياس المعلقة و بالقياس ديال بالعبار باش اللي ما عندوش الميزان اعبر بالمعلقة صافي وغادي نخلط بحالت الشكلة دستا نخلط تلك العجينة كاملة وكندير هافشي بوشيت ولا هي بلاستيكا وكنديروا فيها ذاك الرس ديال البوق يعني باش كتزينها سهلة يعني اي رس عندكم يكون هكا اللي غاي خرجنا الزواقة غادي تديروه صافي انا كنديرها بحالكا كنحيد بالموس كنقطع حتا العجينة وماشي كتجي خفيفة كتجي شاد درسها الفران خصو دروري يكون مسخن على 180 درجة قبل ما تبدو نديروا الفران كي يسخن صافي وغادي نكمل بها الطريقة هادي حاولوا ما تديروه مش كبار بززاف حي ترا فيها الخميرة وكتنفخ شي شوية ومني تكونوا كتصاوبوها ما تديروش ما تخرجوش حبات كبارين يعني حلوه ما تخرجش كبيرة يعني خرجوها هير شوية صغيرة باش يلا هتجيكم هي هاديك باش مني كتب ودك شي جيكم في الشهوة وكتجي هادي الحلوه غزالة كتفكركم في يام الزمان فاش كونا كنديروه حلوه بالبوق كانوا كيدرها والدينة انا دابعة طريقة هادي كتتسهل عليكم الخدمة وكتجي المدقة لها بنين وكتجي رائعه انا رما نسمتها بتاشي حاجة وانتوماين بغيتون نسموها باللي بغيتوا يعني ديروا لها اسكارفاني ولا ديروا لها اللي بغيتوا قشور البرتوقل اي حاجة كيبقى لكم الماداق يبقى لكم اختيار لكم توميا نكمل هادي العجينة الي عندي وذلك قاesti نبدلهم للفران الفران هو ضروري شوفateg اليون تحت ومن فوق وامن بغيتشي رائعه من فوق وقا chime çık في التطوئViutti ب meu loeaaaaahu ضرورة حاجة تعمل مضع بشleriحو soldiers اضع الى اللونجي يجب حلاكه لكي يزوين بعد ما كملت الحلوه انا طاولي للولا انا راني حياتي تطاول الفران انا سنضرها كتبر و اضع الطاول ثانية كتب الفران و سنستفكوه و بعد ما كتب لي سنستفكوه و سنضوه بشوية الشكلات اللي سنضيفه فوق منها كي يبقى لكم تزين اختيار تقدروا تزينه باللي بغيتو واللي متوفر لكم سوف اضع البلاستيكا العادي يجب الكونجلاتور دوزتها شوية بالمقص بالراس سوف اضع كندير الشكلات هكا باش يجي القياس هاداك و ما كتسيحش الشكلات ما كنديروش الكيميه كتيرا سوف اضع هذا هو البراطول اللي هادين الاخر باقي ليه كيميه اخرى حدنا نكملها معاكم سوف نكمل هاد الزواق هادا بالشكلات يعني ها نكمل بحال هكا سوف نكمل ذوك الحبات كاملين اللي عندي و كنجيب اي زواق كيما قلت لكم تزين كيبقى لكم اختياري زينو باللي بغيتو انا تزينت بهاد الحبيبات ديال الشكلات اللي كيكونوا ملونين و انتومات كيبقى لكم تزين اختياري يعني بلي متوفر لكم ما تزينوهم شخليهم هيري بحالك كيجوزوين انت قدرو تلسقوهم شكلات كيما اعطى الله بزاف الافكار ما تديرو لهم و هاد الحلوه هاديرها سهلة و كتجيبنينا جربوها و ردو عليها في تعليق حيث كتستحق انكم جربوها هاد الحلوه هادي بحقيقة ما كانش كتخطعنا يمات زمان ما كتخطعناش منطر كان نديمة كان ديروها كتسالة كان عاودو نعجنوها و دب احنا كنرجع نتفكر ايام الزمان الجاميل سوف ندير شكلات عاود ثاني في البوشت و نديرها كخطوطة ذلك البوشتة اللي درت في اللون سوف ندير بحالها كخطوطة و هذا هو الشكل ديالها النهائي نتمنى ان الحلقات اليوم تكون لدي اعجابكم و الى الحلقة الجاية ان شاء الله فيديو جديد و وصفة جديدة و شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي كيجي رائع و سهلة في التحضير و كتوجد معاكم بسرعة يعني ما كتاخد شي قاع منكم وقت عندكم ساعة الماقانة كتوجدوا هاد القاطو و هذا انا حاوت نشارك معاكم وصفات اللي هم اقتصاديين و وصفات اللي هم سهلين كيما طلبتوا مني كنتمنى ان الفيديو دياليوم يكون لإعجابكم و الى الحلقة الجاية ان شاء الله فيديو جديد و وصفة جديدة و مرحبا بكم في قناتكم اشتركوا في القناة cza